دي كانت تمرينة النادي الاهلي النهاردة والحقيقة يمكن أنا يعني يعني فكرة انه جمهير الاهلي بعظمتها بمواقفها تكون حضرة في التوقيت ده اعتقد هو ده الدعم والسند اللي الفريق يستحقه يعني الفريق ده على فكرة فرحنا الفرقة دي او يعني اجيال قبل كده الافراد ده للأسماء دي فرحتنا كتير جدا وما أثرتش الحقيقة في الأوقات ووجهة ظروف صعبة جدا جدا وما فيش أصعب على لعيب الكورة انه سيبك على فكرة من قصة تلاحم اه طبعا يعني انا فاهم من فكرة تلاحم من المواسم وضغط المطشات اكيد طبعا بتمل يعني اكيد كلعيب كورة بتمل وطول الوقت مطالب انك تحقق بطولة وطول الوقت مطلوب منك كل ده يعني شيء صعب على لعيب الكورة وانك طول الوقت مسافر وطول الوقت في بطولة من بطولة لبطولة وما بتشوفش أهلك ما بتشوفش ناسك ما بتشوفش بتخدش أجازاتك بس دي ضريبة تيشرت النادي الأهلي ودي ضريبة انك تكون نجم من نجوم النادي الأهلي لكن في نهاية واحدة من أصعب الحاجات على فكرة بحسها دايما مع الجيل ده هو غياب الجمهور الايبة دي ويمكن دي حاجة طبعا يقينا دي ما فيهاش نقاش يقينا الأهلي هو أكتر المتضررين منها من عدم موجود الجمهور في المدرجات يعني ملعب الأهلي والسلام لو كان موجود فيه أو مليان بكل ساعة وجمه النادي الأهلي بالتأكيد الأداء والمستوى ده ما كانش أكيد تعلمنا كده وشوفنا ده كتير جدا كان الجمهور فعلا هو اللعب رقم واحد كان الجمهور في عزم الفريق بيبقى مغلوب أو متأخر لغاية الوقت الأصلي ما بيخلص كان الجمهور هو اللي بيحرك الحجر الجيل ده محروم من ده فما ينفعش بقى في العالم الافتراضي والواهمي والسوشال ميديا عاديين بيكسر في كل الناس قول رأيك كما شئت لديك مطلق لحرارة الكتابة لكن مين يلعب ومين ما يلعبش مين وحش ومين كويس كل دي مجرد أراء وجهات نظر في النهاية صاحب القرار واللي عنده قدرة حقيقية من وقع متابعة يومية رجل بيشوف في الملعب قدامه مين وقف على لجله مين بيشتكي من حاجة مين وصل مستوى للفني الكويس يسمحه بمشاركة أساسية أو لازم يقعد على الدكة هو اللي بيحط الخطة هو اللي بيقيم المنافس وبيدرسه وبيشوف أفضل طريقة اللي مواجهته هو الموديل الفني حتى كابتن محمود الخطيب نفسه مقدرش الدخل في ده فبالتالي خلي كل واحد يعمل دوره ودورك كجمهور بس هو الدعم